مره تانية صباح الغير السياحة واحدة من القطاعات الهامة جدا في مصر اللي تأثرت زيها زي عدد كبير جدا من القطاعات على مستوى العالم بأزمة كورونا ولكن في المرحلة الحالية بتحاول الحكومة جاهدة أنها تبزل كل الجهود لإعادة الوضع إلى ما كان عليه خاصة أن السياحة في 2019 كانت استردت عفياتها بشكل كبير جدا وتحسنت مستويات الدخل القومي منها ربما لأعلى مما كانت عليه قبل قيام ثورة يناير في الوقت الحالي الجهود بتمضي على قدم وصاق لمحاولة معاونة القطاع السياحي بكل الطرق للعودة مرة أخرى للحياة والتماشي مع الجائحة اللي بتعوم العالم بأثره ويجب أن الحياة هي الأخرى تعود إليها بشكل قوي في هذا الإطار هناك زيارة هامة لوفد رفيع المستوى ومنظمة السياحة العالمية كانت هنا في مصر أثنى فيها أمين عام منظمة السياحة العالمية على الدور القوي اللي بتقوم به الحكومة المصرية لتنشيط ودعم القطاع السياحي وكيفية التعامل وإدارة الموقف في جائحة كورونا وأكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية دعمه لمصر في استئنافها للنشاط السياحي بشكل آمن عن السياحة ووضعية السياحة الآن وكيفية دعمها وعن هذه الزيارة والتعليقات القائمة عليها هيكون لنا هذا الحوار مع ضيفي وضيفكم دكتور حازم عطية الله رئيس المجلس المصري للشؤون السياحية وعميد كلية السياحة والفنادق الأسبق والمستشار الثقافي والسياحي بفيينة وأيضا محافظة فيوم سابقا أهلا بك دكتور أهلا وسهلا مجدانم أهلا بك إيه قيمة هذه الزيارة في هذا التوقيت طبعا منظمة السياحة العالمية دي منظمة أولا يعني العلم دي انشأت منذ عام 74 ومقرها في اسبانيا وبتقوم بدور مهم جدا لدعم الحركة السياحية وصناعة السياحة على مستوى العالم وبالتالي الدول السياحية كلها أعضاء في هذه المنظمة بما فيهم مصر وبالتالي أي بيانات بتصدر عن هذه المنظمة موثوق بها لدى الدول العالم كلها بمعنى أنه لما تيجي المنظمة وتقول أن هذا البلد آمن أو هذه الدولة بتقوم بتطبيق معايير معينة واللي يكون وإحنا بنتكلم على جائحة كورونا أن هذه الدولة بتقوم بتطبيق المعايير الاحترازية في مكافحة هذا الفيروس فبيأخذ كلامها مأخذ الجد وبالتالي بينعكس إنعكاس واضح على الحركة السياحية المتبادلة بين الدول المصدرة للسياحة والدول المستقطبة السمعة الدولية بشكل أو بآخر فطبعا بلا شك أنه ييجي رئيس هذه المنظمة في أول زيارة لي خارج أوروبا لأنه مقره في إسبانيا في أوروبا وأول زيارة لي يطلع بيها برى أوروبا أنه ييجي ويزور مصر دي طبعا لفتة مهمة جدا يجب أن نتوقف عندها وأحب أنا هنا أنوه كمان أنه الحقيق يقال يعني وزارة السياحة والأثار نجحت في حاجتين مهمين جدا نجحت فيه أولا التنظيم ليه والتنظيم مش يعني جي مثلا بتليفون وعزمناه في الرجال قال أنا جاي لا دي بقى للوزارة شهور بتعد لهذه الزيارة عشان ييجي لأنه لما بيرجع ويكتب تقرير ويرسل لكل الدول المنوط بيها صناعة السياحة لها مدلول كبير جدا وبالتالي أنه ييجي لمصر كأول دولة يزورها منذ جائحة كورونا ده أولا نجاح كبير جدا ثم الزيارة الإعداد ليها كزيارة أثناء وجوده وأنه يروح البحر الأحمر ويروح المتحف الجديد ويروح المتحف الحضارة يطلع على الحركة السحية داخل مصر ويطور فيها طبعا والحق يقال لأننا كنت يعني انفولفد قريب من الحركة أنه كان مزهول بما يعني تملك مصر من مقاومات سياحية هيا دي أول زيارة ليه؟ كما آه بالزبط كما لو كان فوجئ بأن مصر تمتلك كل هذه الإمكانيات والأنماط السياحية المتفردة اللي في الواقع وده موضوع مهم جدا لأنه مصر فيها أنماط سياحية مجتمعة في دولة واحدة مش موجودة في العالم كله نهائي احنا مش بنبالج ومش بنقول فإحنا يجب علينا وده واجب علينا أن احنا نستغلها أفضل استغلالة ودي فهمها السافر بره كويس جدا وشاف دول مختلفة وسافر هيعرف أن احنا عندنا تقريبا كل الأضماط السياحية لفي العالم مجتمعة في دولة واحدة في دولة واحدة دي خليني أسأل حضرتك احنا فين من خريطة السياحة في العالم بكل هذه المقومات الآن وبكل ما تبزلوا الدولة إنها تضع مصر في وضع سياحي أفضل طواله تمام هو طبعا حرك قلت كلمة الآن وده مهم جدا دلوقتي احنا في وضع خاص مش وبالتالي لما احنا بنناشط هيئة تنشيط السياحة وذي نتكلم معنا إنه ما تبقاش الحملة الدعائية بتاعتنا حملة ترديشنال اللي هي بتتعامل كل سنة وبنود الحملة الدعائية بتاعتنا مش هي بتاعت قبل كده احنا دلوقتي طلعين وما زلنا في جائحة كورونا وحرك كلنا سمعنا دلوقتي الحديث عن الموجة الثانية وبدأت ألمانيا وفرنسا والنمسا تعيد تاني النظر في الإجراءات الاحترازية بتاعتها وبالتالي انه ده هيخلينا نتكلم ماذا نحن فاعلون في هذه الظروف اللي احنا فيها دلوقتي وما نعرفش ايه اللي جاي في الأيام القليلة والأسابيع القادمة ونحن يعني مقبلين على الموسم السياحي المصري الأصيل الصيف ما هياش يعني الصيف اكثر منها سياحة خارجية داخلية انما السياح موسم السياحي المصري يبدأ من الخريف حتى الايسترن عيد الفصح مارس ابريل هو ده الموسم السياحي المصري اللي بيجي فيه السائح سواء يروح البحر الأحمر غرداء شرم الشيخ مرسعالم او يزور المناطق الأسارية سواء في الأقصر والمينيا وأسوان والقاهرة فبالتالي احنا داخلين على الموسم السياحي دلوقتي وأنا رأيي الشخصي انه يجب ان تحوي الحملة الدعائية والإعلامية بتاعتنا التنويه لانه احنا امنا بأعمال واجراءات احترازية نخفف تأثير مشكلة وفيروس احنا مع حضرتك عند موضوع الإجراءات الاحترازية وتعامل الدولة في هذه المرحلة خلينا نتابع هذا التقرير عن هذه الزيارة ونعود مرة أخرى لمتابعة الحوارة دكتور حازل إلى التقرير زيارة مثمرة أجراها الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زورابا بولولو كاشفالي التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من المسؤولين لتعزيز الدعم الذي تقدمه منظمة السياحة العالمية للقطاع السياحة دوليا وإقليميا وجهدها الحالية لإعادة حركة السياحة على مستوى العالم إلى سابق عهدها قبل اندشار جائحة كورونا خلال الزيارة أمين عام المنظمة والتي تعد الأولى له خارج أوروبا منذ بداية جائحة كورونا اطلع على المحور الاستراتيجية التي تندهجها مصر لاستئناف الحركة السياحية وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية والتي وضعتها وزارة السياحة والأثار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين عودة ازدهار السياحة في مصر وضمان سلامة وصحة السائحين والعملين في قطاع السياحة جهود حثيثة قام بها دولة خلال الفترة الماضية لدعم قطاع السياحة سواء على المستوى الهيكلي من خلال دمج وزارتي السياحة والأثار أو على مستوى المشروعات والمقاصد السياحية التي تمت أو تلك المستهدفة مثل مدينتي الجلالة والعالمين الجديدة ومدينة ثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومشروع التجل الأعظم في سيناء أمين عام منظمة السياحة العالمية خلال زياراته لمصر أشهد بالجهود المصرية المبدولة للعودة التدريجية لاستقبال السياحة الأجنبية وكذلك بالدعم غير المسبوق الذي تقدمه دولة لقطع السياحة باعتباره إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصرية والذي ظهر رجاليا في تعاملها خلال أزمة جائحة كورونا والتي شهد تقديم الحكومة لعدد من المنح والحوافز والتيسيرات الداعمة للمستثمرين في قطع السياحة للتعامل مع تدعيات الجائحة أهلا بكم من جديد دي كانت أهم المعلومات عن هذه الزيارة في إطلالة سريعة من هذا التقرير قبل التقرير كنت بتساءل عن مدى تأثير الإجراءات الاحترازية اللي فرضتها وزارة الصحة بتعاون مع وزارة السياحة على المناطق السياحية والفنادق في توفير الأمان لفكرة قدوم السائح مرة أخرى إلى مصر تعقيب حضرتك طبعا الإجراءات الاحترازية طبعا إحنا إلى حد كبير نجحنا فيها وبالتالي هيكون لها تأثير إيجابي ولكن زي ما بقول لحضرتك ونوهت وزيرة الصحة من يومين بعد مجلس الوزراء يوم الأربع وقالت أنها بتحذر وأن الموجة التانية وإلى آخره طبعا هنا فيه واجب مجتمعي كبير جدا أنه يعني السائح لما ييجي بيبص وبشوف هل الناس كلها ملتزمة هل اللي بيقدم له في الفندق ملتزم هل اللي بيقابله في البزار ملتزم بيرصد وبيرصد دهين كويس جدا وبينقلها مش كده وبس السفراتهم هنا بتلعب دور مهم جدا وأنا يعني تابعت من من خلال بعض السفراء الأصدقاء الأصدقاء زي سفير ألمانيا وسفير النمسا وسويسرا لقيتهم أن هم مش بيهزروا يعني هم بينقلوا صورة حقيقية لبلدهم فدول قاعدين هنا وبينزلوا وبيتمشوا وبينزلوا الشوارع وبيشوفوا كل حاجة وبينقلوا صورة طبعية فما ننساش الكلام ده كل لا يكفي أن نخاطب أنفسنا ونقول أنه كله تمام يعني أقصد أنه المواطن بجانب الدولة عليه دور مهم جدا أما موضوع زي ما حالك قلت الاجراءات الاحترازية أنا أقصد أنه مهم جدا دلوقتي أنه ننقل السايح أن المنطقة اللي هيروحها دي آمنة يعني نحن نتخيل نفسنا نحن سايح أجنابي وبفكر أعمل أجازة فهدور على الدولة اللي تثبت لي أن أنا لو سفرت مش هيحصل لي حاجة وبالتالي كان إجراء جيد يمكن حضرتك سمعتي بأنه في الأول قررت الحكومة أنه الطيران العارض اللي جاي دايريكت من الخارج لشرم الشيخ والغرداء ومرصى عالم ومطروح لا نطلب التحليل الطبي البي سي آر لكل سايح جاي دا تدركته الدولة لأنه ما معنى أن أنا أعفي مجموعة من السياح جايين عشان هو جاي دايريكت من بلده على شرم الشيخ على طول طبعا هو السايح دا نفسه هو اللي هيتشكك لما يلاقي أن الكل بيعامل بكده نفس المعاملة يقول طبعا اللي هيجي السايح التاني اللي جاي على طائرة تانية معايا لشرم الشيخ من اسبانيا طبعا هو ممكن يكون حامل الفيروس وهي نعم دايريكت وهينزل في شرم الشيخ فهو بالعكس دي مش تشجيع للسائح وتسهيل للرحلة لاستقطاب أكبر عدد ولكن دي هتخوف السياحة النفسية وبالتالي الدولة استدركت دهوان وقررت من 1 سبتمبر أنه كل من يدخل مصر وده اللي كان مطلوب وتصح وتعمل وبأسرار من وزارة السياحة كل من يأتي دي أولا بتدي ثقة لها وكمان أنا أعتقد أنه عشان ننقل الصورة بتاعة الزيارة اللي شفناها طبعا هي زيارة نكحة ويكفي أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدولة يستقبل رئيس المنظمة السياحة العالمية هنا مؤشر لاهتمام الدولة ورئيس الجمهورية بهذا القطع وأنه يستقبله ويتحدث معه في حديث طويل جدا بحضور وزير السياحة وعلى صار الدكتور خالد العناني عن الإجراءات اللي عملتها الدولة عشان ينقله صورة حية لما تفعله الدولة ولكن أنا بقى رأي الزيارة يعني حركة فضالي بس الزيارة دي كيف يمكن استغلالها استغلال جيد في الخارج في الخارج وده الأهم طبعا لأنه احنا هنا في الداخل اللي بالنسبة لنا هي خبر من الأخبار آه الواطن اللي بتقع عينه عليه لكن هو استغلالها في التسويق العالمي بالزبط بالزبط زي ما حركة قدودها مهم جدا أنه يعني تتنقل هذه الصورة الحية للخارج لأنه السايح لما يعرف أن رئيس المنظمة بيشيد بمصر وبالإجراءات الاحترازية بها ده بلا شك يكون عامل مؤثر على أن يجي مصر ووضايتنا ايه دلوقتي في التسويق العالمي يعني ايه هي المادة اللي احنا بنقدمها للخارج في عدارة التسويق هو يعني هو كانت هيئة تنشيط السياحة هتعمل الحملة التراديشنال العادية بتاعت كل سنة ولكن أنا أعتقد دلوقتي بدأ إعادة يعني توجيه هذه الحملة إنها تناسب وده اللي احنا نشدنا به واللي احنا طالبنا به والدكتور خالد العنالي الحق بيبزل مجهود كبير جدا لأنه هو يحط النقط على الحروف بمعنى إنه أنا دلوقتي في هذه الأزمة أنا لازم أنقل ده كله للخارج هنا يجي دور مكاتبنا السياحية في الخارج موضوع مهم جدا هيئة تنشيط السياحة يجب أن دورها يفعل أكثر في رأيي أنا الشخصي حتى الدول اللي احنا ملناش مكاتب سياحية فيها في الخارج أنا أتوقع والواحد عمله فترة طويلة في الخارج كمشتر سقافي ثم مشتر سياحي أرى إنه مهم جدا إنه يعني أو أنتظر إنه يتعمل فريق عمل في كل دولة ليلة في الخارج بصفة خاصة اللي ملناش مكاتب سياحية فيها برئاسة السفير وعندنا مكتب تجاري مكتب سقافي مكتب إعلامي يتعمل فريق عمل ويبدأ هذا الفريق بدور التسويق والترويج لنا أنتظر طبعا إن هذه الأفلام اللي هي شفناها وزيارة رئيس المنظمة وإنه هو يعني عمل لفتة جميلة جدا إنه بعد ما رجع على طول في نفس اليوم نزل على الموقع بتاعه وموقع المنظمة شكرا مصر ودي خير دعاية ودي حيلة إحنا ناخد دي بقى حضرتك إحنا بقى هو نزلها هيشوفوها اللي بدخلوا على الموقع بتاعه إنما إحنا في الدول بتاعتنا وسفاراتنا عارفة هتخاطب مين وإزاي تخاطبه فإحنا ناخد ده ومفروض بقى يتعمل باكتش كامل دعائي تتعاون في وزارة الخارجية هنا مع وزارة السياحة والأصار مع وزارة الثقافة يعملوا باكتش دعائي يقدم للسفارة بتاعتنا وفريق العمل بتاعها ويبدأوا في كل مكان وكل مناسبة إنه يعلن عنه يعني أنا أنتظر إنه كل سفير يعمل مؤتمر إعلامي في السفارة ويدعي ليه كل القائمين والجهات الإعلامية في الدولة اللي هو ممثل فيها والمعنيين بصناعة السياحة ويعمل ريسابشن ومؤتمر إعلامي وفيلم تسجيلي يوري ده كله لأنه أنا وأنا قاعد هنا وحرارك وإحنا كلنا قاعدين هنا أنا مش عارف مين في سويسرا في مدينة كذا مسؤول كذا إنما ده دور سفارتنا ودور مكاتبنا أتمنى أن يكون هذا الدور موجود ويتعمل البكتش اللي أعلامي ده بتأكيد الدولة في بدأة إعادة حركة السياحة كان يعتمد على الرئيسي على تنشيط السياحة الداخلية بأي قدر كانت السياحة الداخلية قدرة إنها تسند قطاع السياحة بشكل عام في مرحلة الأولادية طبعا في المرحلة الحركة لو تتذكرت فتحت مع العيد الصغير في الأول ثم العيد الكبير وانفتحت السياحة الخارجية بنسب وبدأت 25% و50% وهو هي يعني إيه حضرتك زي ما بنقول المثل اللي بيقول النواية اللي سندت الزير زي ما بيقول الفنادق كانت قفلة ثلاثة شهر ما بتشتغلش خالص فكان هذه الخطوة ضرورية خاصة إنه ما كناش نقدر نتكلم على سياحة دولية نهائيا فمين عندنا السائح المصري ففتحت بعض الفنادق واستقبلت بعض السائحين وبدأت العجلة تدور رويدا رويدا ولكن ما نقدرش نقول إن هي شاهدت بالكامل لا هي أنا عايز أقول لحركة إنها قللت الخسائر بالضبط إلى حد ما وقدت انطباع إنه يعني زي ما بيقول السياحة في مصر ستيلا لايف لسه عايشة كويس ولكن ده كان تحضير دلوقتي للسياحة وحنا شفنا نحنا نجحنا في استقضاب عشرات الألاف من السائحين في الفترة الشهر والنص اللي فاتوا من بلا روسيا ومن بعض دول ومن المجر وهذه الحركة السياحية طبعا يعني تركت انطباع جيد ولكن ما هيش السياحة اللي هي مش تكمل اللي احنا بنتعامل بي وكمان حضرتك ما هيش الرحلات اللي بتدري دخل كبير لمصر الدول دهيا ما هيش القدرة لا السياحة رخيصة نعم نعم فهي بيضغطي يعني رحلة يعني لما يعلن عن رحلة اقل من 500 ايرو يورو يعني 400 يورو شوية اسبوع اه بسي هنا الحركة افضل بالسماعات في المرحلة فدي كانت فتحة خير وعشرات الالاف جم وصراحة الدكتور خالد العناني فورا استغلها وسافر برا في هذه الفترة السفريات سريعة وزار هذه الدول رأيينا الشخصي على مناطق سياحية بعينها هذه المناطق نركز ان احنا عملنا فيها الاجراءات الاحترازية زي ايه اقول لحرك انا ندينا مرة في المجلس المصري للشؤون السياحية من خلال الدراسة ان احنا نركز على مثلا وليكن منطقة واحدة شرم الشيخ الغرداء واحدة ونعمل فيها التست بتاع الفيروس لكل العاملين فيها هتكلفنا شوية ونركز بدل من بعطر في عدة اتجاهات ونقول انه شرم الشيخ ده هي جرين زون منطقة خضراء خالية 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 من وتيجي منظمة الصحة العالمية تدينا السرتيفكت اللي هو يثبت ان شرم الشيخ خالية مية في المية من الفيروس وده في حد ذاته دعاية كاملة لشرم الشيخ كبقعة يعني ممكن تشغالها طول السنة وبالتالي المصر بعد كده اولا هنكسب ثقة في الناس تخيل حضرتك سائحة وعايزة تيجي وقعدة وبتقول اروح فين وابو الصلاقي حملة دعائية بيقول انه مدينة تنمع البحر الاحمر في مصر وليكن شرم الشيخ او الغرداء او او هذه المدينة اذا دخلتها فانت امن مية المية والدعاية تمشي في هذا الاتجاه وبنطلب بقى كل اللي جاي برضو في نفس الوقت يكون معا التست المعملي وبالتالي انا كسائح على الاقل بدل ما ابقى خايف وابقى مشتت اروح اين هيبلت اقول خلاص انا ضامن دي مية المية هدخل مدينة شرم الشيخ كل من فيها بتعمله التست واللي داخل واللي خارج عليه كنترول فبلا شك انا فورا هنروح هذه الدولة هنروح هذا البلد وبالتالي هنقوم شهر شهرين ناخد صمعة طيبة عن شرم الشيخ ولتكن بعد كده شرم الشيخ هتبقى اسمها مصر وبالتالي هتبقى الثقة في كل المناطق بعد كده لما يحب السياح يروحها هيبقى في الباك مين بتاعه من وراء في الخلفية بتاعته انه ده الدولة الوحيدة في العالم اللي عمدها بقعة آمنة آمنة ودرين زون دي فكرة عظيمة في حد ذاتها دكتور ايه هي اهم الحاجات اللي ممكن تشد العمود الفقري للسياحة في المرحلة الحالية وتخليها تقوم الهزات اللي بتيجي من حيث لنعلم ومنها وبقى كورونا وطبعا زي ما حرك قلتي احنا عندنا نمط سياحي اللي هي السياحة الثقافية والاسرية وعندنا سياحة الشواطئ والحمد لله وده مهم جدا انه قررت الدولة من 1 سبتمبر فتح المناطق الاسرية والسياحية بالشروط الاحترازية الامنة لزيارتها وده مهم جدا وبداية اهتمام الدولة وده هي در دخل كبير جدا ويكون امن للسياحة زي ما حرك قلتي السياحة الاسرية والسقافية ولو حركت لحظي ان حتى سياحة الرئيس في مقابلته مع رئيس المنظمة قرر كثيرا موضوع المناطق الاسرية المتحف الجديد لان دي العلامة المميزة لمصر يعني احنا طبعا دولة لا يوجد في دولة سياحية فيها بحرين بحر ابيض وبحر الاحمر ولكن في دول بيكتمعوا معنا في السياحة الشاطئية زي حرك اسبانيا وتركيا ودول كتير وتونس ولكن نمط السياحة الاسرية والثقافية بدأنا نهتم به ويتحط له معايير وربطها بسياحة الشاطئية يعني دلوقتي حرتك تم الاهتمام بالرحلات الجوية بين البحر الاحمر ولقصر ربط أنواع سياحة مختلفة ربط أنواع سياحة مختلفة داخل مصر لما هتعزز بعضها البعض بشكل أو باخر دكتور حزم أنا بشكر حضرتك بشكر موجودك معنا النهاردة دكتور حزم عضرت الله شرفتنا النهاردة في هذا الصباح شكرا جزيلا شكرا لكم مرة تانية الصباح الخير صباح الخير مشاهدينا وصلنا حتى الوقفة الاقتصادية قراءة لهم أخبار الاقتصاب وعيوا إيدينا بالمزيد للمزيد من الحوار اشتركوا في القناة